مين يحصل لغباطة في الحاجات دي؟ لا أبداً يا فندم إحنا عارفين قد إيه حاساسية المسألة دي دينياً وعلمياً لازم يكون فيها أمانة وأمانة طيب يا دكتور الموضوع ده كله بياخد وقت قد إيه؟ المرحلة الأولانية بتبقى في حدوث ست أيام من حدوث الحمل فعلاً ونجاح التجربة بعد كده بننقل الحمل لرحم الأم وبينتابع مع بعض عادي زي أي زوجة حامل بالشكل الطبيعي لحد ما عد الولادة بإذن الله تحت أورك كيف عنده؟ سعب الزبط ومن دومنا يبع عند حضرتك مع السلامة عمر يا عمر يا عمر أيوة وحشتين الشوية دول أنيسة هندي ده مكان شغل مش بزبصة وكلام فارغ احنا بناخد فروس عشان شغلنا فلازم نراعي ضميرنا عشان ربنا يكرمنا أنيسة وهندي في الشركة كده عادي قدام الناس طب على فكرة بقى أنا كنت بندهلك عشان في أوردر شغل أهو كده كده أحنا بنراعي ربنا فين الأوردر؟ فت بط فين شمتها؟ طلع أوردر شغل مع أنور وبعدين ما تقلقش يا أخوي ده أوردر معينة مش تركيب أنيسة هندي يا عيونة أنيسة هندي أكسم بالله لو شفت الدلع ده تاني مرة في الشركة أنا هجيبلك البلدية أنت عارف عني بلدية كويس السلام عليكم عليكم السلام يا باشي بقول لك إيه الشكل مصيح السوسيال لخدمك؟ الدوري التاني شجمتين واثنين تشكر يا باشي بقول لك إيه خلي عليك أنا متسك الده علي أصاب من عناية يا باشي شو تمام؟ هادي إحنا بنعين هو بنشوف لك ما بدا هالقد يعني مانا كيميا متل ما بتقولوا بمصر بدنا كاميرا هون وكاميرا هونيك وبالهو اللي بوجي الباب وكاميرا هي اللي بتطلها المصعد وخلاص شو فيها انت شاكلك خبرة عفوا لا يعني أقصد اختياراتك اختياراتك مصبوطة اختيارات في الجون يعني بعتذر منك بعتذر براحتك ليه يشال من العريل شلون كين مشتنخا الماتساكل تمامة هو طايش قولك أمش أموني السجارة كده? يعني يبقى قط الخيرك والله شهو الله يخليه قولك يا الشركة السوسعي الخدمات دي الخدمات لك في ايه بالظبط؟ والله ما حد فهم حاجة في اي حاجة هنا يا باشا وبعدين بني وبناك يعني انا نفسي اساسا انسدت منهم وما بيتش رد عليهم السلام بتاع ربنا من ساعة ما عرفت ان هما يهود ده هما اللي يهود ادخل امر الشغل واصال الدفع والعربونة باشا اربع كاميرات مرافو عليك يا عمر مرافو ايه ساعتك ده انا اتحدد لي اماكنهم بالواحدة باشا وزاعتك تعرف الشركة دي من ايه يعني ايه عرفها من ايه؟ يعني ساعتك اللي كلمتهم والله هم اللي كلموكم والزيف اللي معك في ايه دي؟ سؤال عادي يعني ساعتك والسؤال بقى من غير السبب ايه اللي يتقدم يا سلام دايماً دايماً تلمزتك ونتعلم منك يا جلال بيه لعمه لابتاعتك ربنا اخليك يا باشا وتعاز اعرف حاجة بقى اهو برضو اللي عاز يعرف حاجة متخصوش ايه اللي اتقدم؟ والله ختاها من العلساني طفاً بنا اخليك لينا ودايماً صدرك واسع وتسمعنا يا جلال بيه اتقدر بقى اروح اشوف شغلك عشانك مان ورا شغلك سلام عليكم سلامت لبركاتو سلامت لبركاتو يا عم سلام عليكم سلام ورحمة الله وبركاتو استاني معلش عم جرجس بقى هستأذنك بس الاستاذ ابو المحاسن دقيقتين يا عم استعدتين يعني احنا ورانا ايه؟ ماشا اه اه خليت طولة زي ما هي انا جاي تاني فضل يا عم عايزك بحاجة يا استاذ معلش خير يا عمر بقولك يا استاذ ومش انت عارف التاريخ برضو او انا وداني فداه يا غير التاريخ يا استاذ عمر ايو يعني عارف كله ولا حتت حتت؟ يعني اقصد الواصلات كلها عندك الجلال ايه يا استاذ عمر هو في حاجة اسمها حتت حتت في التاريخ لا عارف كله طبق كل من زمان لحد دلوقتي الله ايه اللاخبطة دي؟ انت عاوز تعرف ايه؟ اليهود اليهود سابوا مصر امت؟ وهما سابوها فعلا ولا لسه قاعدين فيها؟ السؤال الغريب ده عمر انت لسه هتندهش يا استاذ قل لي معرسوا خلاص اعارف اقعد والله هجاوبك اقعد بس طب نوارنا بص يا سيدي اليهود كانوا موجودين في مصر لغاية سورة 1952 وعايشين في كل مصر مناطق 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 معينة بيعيشوا فيها واليهم محلات واليهم دكاكين وبيشتغلوا في التجارة وحاجات تانية كتير بعد التأميم قالوا شوية بعد حرب 1967 سابوا مصر ومشوا مع ده مجموعة صغيرة اللي فضلت اه المجموعة دي بقى استاذ ابو المحاسن قد ايه يعني؟ لا مش العدد اللي في بالك يعني انما انت بتسأل ليه؟ هو ممكن اليهود يفتحوا شركات في مصر لا صعبه ايه اه ممكن بعد معاهدة السلام اللي جابتنا ورا ممكن يفتحوا شركات في مصر معاهدة السلام اللي جابتنا ورا معاهدة السلام جابتنا ورا انا مقال انا غلطان مطبعا انا غلطان اللي سألتك ده انت ساداتي بقى هو انت كل يوم هتخرج كده على تراتيف صعبعك؟ هو نفع معاك حاجة ده انت بتقفشيني هو دورك بقولك يا خالد الدكتور اللي روحنا له مفيش أخبار منه؟ بنت حلال ده لسه مكلمني مبارح ومتفائل جداً بجد؟ بصي انا هقضى بموعيد شغلي لفترة الجاية عشان نروح له فهرة ابوهد يا ده انتذخرت لازم امشي هتحجيني وانت كمان يا حبيبي خلي بالك من نفسك وانت كمان موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة